أول سؤال وصلنا بيقول طب بعد إذنك ممكن نتكلم عن الأزواج اللي مش شايلين مسؤولية دول جزاقهم إيه عند ربنا دول ظلمين ولا عزو بالله دول ظلمين والظلم وظلماته يوم القيام الراجل الذي لا يقوم بمسؤوليته سواء المسؤولية ديت مسؤولية مادية أو مسؤولية من الرعاية ومن الأخلاق إنه يحمي بيته وإنه يسعى عليهم وإنه يرعاهم وإنه يحميهم من إنه يتعرضوا لكل ما يتعرض إليه إنسان وهو قادر على ده آه ده يبقى ظالم ولا عزو بالله لكن لو لأينا راجل بيكتهد وبيسير وبيبذل كل مجهوده ويبيت كما قال صلى الله عليه وسلم يبيت وكلم من عمل يدي ومش عندهش فلوس ومش قادر يجيب فلوس أكتر من كده يبقى إيه اللي حاصل يبقى دوته ليس عليه إث يبقى إذا بذل وسعه وسعى ليوفر النفق ولم يستطع يبقى خلاص ليس عليه إث الأمر الثاني إذا كان هو بيبذل ما عنده وربنا قضى عليه إنه أولاده صعبين شوية أو حياته صعبة شوية يبقى خلاص يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه يبقى إذا هو بذل الوسع ومن أفضل الأشياء اللي أنا بقولها دايما إن الستات بتقدر بتقدر يعني إيه؟ يعني الرجل إذا بذل الوسع الستة هتقدر لكن هو في بعض الأحيين يقولها ده اللي أنا أقدر عليه ده اللي أنا أقدر عليه يعني إيه؟ وهي فهي تحس إن هو مدله معاه مش الحياة فإحنا عايزين بس نعتدل في الحكم ده لأن أنت سألتيني عن قضية عامة فأنا بكلمك عن ثلاث أجزاء منها في هذه القضية أول حاجة إن الرجال الذين يقصرون هم قادرون على أن يبذلوا فلم يبذلوا هم ظالمون ظالمون ليه؟ لأنه بيمنع زوجته الحق إن لأهلك عليك حق فإذا لم يعطي لأهله الحق الذي عليه لينفق ذو ساعة من ساعة ربنا قال كده طب وإذا أنفق ما أنفقش من ساعة وإذا كان هو من جزء من أنفق من ساعة يسعي على العيال فإذا هو لم يسع على العيال بنشوف ناس كتيرة جدا 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 قعدة ونيمة وسيبة ومأنتخة وسيبة الحال وسيبة الأولاد يتوجعوا ومحتاجين هو بيقول أعمل لكم إيه؟ تكتهد تنزل تجاهد زي جهاد الرجال سيدنا سفيان الثور بيقول سيدنا سفيان الثور بيقول عليك بجهاد الأبطال الكسب الحلال والسعي على العيال فأنت تسعى وتسير وتكتهد فإذا تركت هذا فهذا شكله من أشكال الظلم طب لا هو بيعمل اللي عليه ومش قادر وبيجري من هنا وبيجري من هنا ومش لأي فرص عمل وبيجتهد بشتى الصور أنه يوصل لأي حاجة وراضي بأنه يعمل أي عمل عشان خاطر أولاده وبيجتهد وبيعمل الحمد لله ويبيه يتكلم العملية دي الحمد لله ده في مسألة الرزق طب مسألة الأولاد بيجتهد أنه يتعلم ويحاول ليحسن الأولاد ويرعاهم ويأمنهم ويكلمهم ويقعد معاهم ويشوف أحوالهم تمام التمام كده يبقى عندنا حال الشخص المقصر وظالم وقاسم طب حال الشخص المكتهد طب حال بقى إذا كنا احنا بنختلف بقى أنا نصحت أن احنا نروح لميزان ايه الميزان ده نروح لخبير يقول لنا إيه اللي مبالغين فيه وإيه اللي مش مبالغين فيه وقبل ما نروح للخبير قدامنا حاجتين أول حاجة نجلس معا ونتفق نحط الهدف اللي احنا عايزينه ونشوف إيه اللي وصلنا ليه لربما الهدف اللي احنا عايزينه ده يكون أكبر من إمكانياتنا وهو دوت ما ينفعش يبقى هدف لحياتنا يبقى أول حاجة الحوار في حالة إذا اختلفنا نحنا نتحاول الحاجة التانية نذهب لحكيم يقول لنا إذا كان المطالب دي مطالب عادلة ولا غير عادلة طيب ما عرفناش وما قدرناش نروح للخبراء بقى عشان يقول لنا إن بعض الأحيين بيبقى المشكلة في تكويننا الشخصي بيبقى عندنا مطالب في الحقيقة ما تنفعش تطلب ويبقى عندنا مبالغات وفي بعض الأحيين بيبقى الناس عندهم مفاهيم مغلوطة عن الزواج وإن دوت أنا مش ملزم به برضو دوت بيحتاج إن احنا نعلكه يبقى أنا كلمتكم عن الحالة دي بكامرة لما سألتني نتكلم عن الأزواج اللي مش شايلين مسئولية قد يكون الشخص دوت خلاف التقدير وقد يكون دوت هو قائم بمسؤوليته لا يقوم بمسؤوليته فيكون ظالما أو يقوم بمسؤوليته وإحنا مش شايفين ده أو إحنا مختلفين هو يقوم بمسؤوليته ولا يقوم بمسؤوليته نعم